تمام تمام شهر عبدالله قبل أن تغادرنا يعني عندنا تقريب أن تعملهن يعني بالمرة جماعة ناخد عبدالله معنا فيما يتعلق برغم حصول بعض الطلب على أعلى الدرجات شكوى لبعض أولياء الأمور من عدم قبول أبنائهم بمدرسة التمريد فيمكن للفترة الماضية عبدالله كنا تابعنا أن في تشهادة الإعدادية بقى فيما جميع عالية جدا وكل عايز يدخل للتمريد. ايه يعني ايه ملخص أو فحوة ما سيجي في تقريرك بعد قليل. يعني هو بصعت. دي مشكلة يعني سنوية وبات الصداع مذمن. يعني هي في أسوأ نصنصر النوبة لكن في أسوأ صورة رهيبة جدا. الحجة هنا الزريعة مسألة الاختبارات الشخصية اللي بيضعوها للاختبارات اللي بيستطيع من خلال أنه ميزوا طالب عن التاني زي طالب يعني مجموع جايب 277 و 278 لا يتم الحق أو قبوله بالمدرسة ويتم قبول طالب أقل منه في المجموع بحجة أنه حاصل على درجات أكثر في الاختبارات الشخصية. أنا شفت معيني يا أستاذ خالد اختبار الإملاء يعني كله همزات 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 يعني أعتقد أنه الضليع في اللغة العربية قد لا يستطيع أن يعني يحصل على درجات كاملة في قسعة الإملاء. طب أنت بتستخدم تدرسي اللغة عربية ولا تدرسي اللغة العربية صعب عليهم في المجال اللغة الإنجليزية صعب عليهم في الكيمياء صعب عليهم في السيدياء في المواد العلمية التي تخدم تخصصهم كثمرير نعم. لكن يعني هم يعني شايفين أو حاسين أن هذا زريعة للمجاملات زريعة لأنهم يختاروا وينجحوا وينجحوا أو يدروا درجات أعلى في المقابلة الشخصية علشان في النهاية نجد أنه صالب حاصل على مجموع أقل يتم مقابوله المجموع حاصل على مجموع أعلى الشيء الملزج برضو اللي بيصالب يهالي أو يرموه لهم عايزين يوصلوا سطر السيد المحاطز بعض الموظفين في مكتب خدمة المواطنين يعني يقولون لهم لا ده لا مش من سلطات المحاطز يعني هي مش من سلطات المحاطز سيد المحاطز هو حاكم الإقليم وله كرسة السلطات في مراجعة هذه الاختبارات وراجعة هذه النتائج هم برفعون الأولى طبعا سيد المحاطز تصدق عليها على طول لكن لا يعني يعني عادة نظر مرة أخرى أنا سأضعك في مكان المسؤولية يعني أنت الآن رئيس اللجنة ومطلوب منك أن تختار مئة طالب كي يدخلوا مدارس التمريد ومتقدم لك يتقدم لك مئتان من الطلبة يعني كيف تختار ودول كلهم جايبين مجموع واحد أنا أختار في المحام الأول الحاصل على المجموع الأعلى الحاصل أولا على المجموع الأعلى تمام وإذا وإذا وإخطبارات موضوعية مش تعجيزية نعم ذي اللي بعملوها زي اللي عاملنا هنا نعم يعني عزيز سيد المحاطز لو يطالب منهم مرور هتولى القسعة الأملة اللي أنتو نزلتوها وامتحنتو فيها الأولى يعني الأفضلية المطلقة تكون للمجموع أولا للمجموع أولا وبعد أن تطلب يعني تخيل طالب جايب 276 من 280 هتقدر لو كملوا وبعضهم آل إحنا أولادنا بمقدورهم أنهم يكملوا ويحصلوا في السنوات العامة على هذا المجموع نعم يدخلوا كل يصطب لكن ربما لظروفهم الأقتصادية أو لأي سبب ما عايزين هم يدخلوا يلتحقوا بمدارس التمريض عشان يضمنوا إنه منهم مسيراتهم التعليمية مبكرا لا عندهمش مقدر على إنه من نفقات كل يصطب يضمن ليه وظيفة في النهاية ليه أحرمه ليه أحرمه طالب حاصل على مجموع عالي واختار مجموع قل منه حتى لو بدرجة أو درجتي أولا ما عبدالله بحقيق على التقريرين العموان وسنتابع الآن ما أجريته وماللقاءات مع بعض الأهالي وبعض أولياء الأمور وبعض الطلبة فيما يتعلق بالقبول بمدارس التمريض شكرا زمينا العزيز زميل عبدالله النصاري شكرا جزيلا لك إذن سنتابع عبدالله مرة أخرى أراكم من خلال هذا التقرير كونوا معنا شكرا الفضل أولياء أمور بعض الطلبة والطالبات بإذفو يتضررون من عدم قبول أبنائهم بمدرسة التمريض بإذفو نحن دلوقتي معنا مشكلة في التمريض في إذفو التمريض لما أعلن عن قبول الطلبة في سنة أولى تمريض تحددوا المجموع بـ 275 درجة وتقدمت الطلبة لكن بدأ فيه كلام تاني كتير من وراء الكواليس يشئلوا ناس ويحطوا ناس وبعدين يعملوا اختبار إملة علشان يسقطوا الأولاد انت دا دا مش داخل الوغضة كلية عشان يدرس في الحاجات اللغة عربية يعني امتحان تعجيزي في الإملة عشان بسببوا يسقطوا بعض الأولاد عاجل جاي بـ 279 درجة يعني دا حتى لو وغششتوا في الامتحان لو كان يعني مستواه مش كويس هو أمره محاجي بالـ 279 لكن ما تسقطوش يعني وتاخد أبو 255 أو 270 عبد المجمعة عضو مجلس ومناء بمدرسة تمر البيت طبعا المشكلة لديها حاليا مشكلة شكوى أو دياء الأمور من الأسيات التعجيزية في قدرسة الإملة ومن عدم قبول أبنائهم رغم أن أولادهم يعني مجاميع عالية والمفروض يتأخذ بالمجموعة الأعلى ثم النزول في الأقل في الأقل ولكن فوجينا أن في مجاميع عالية لم تقبل وفي مجاميع أقل منها قبلت فهذه مشكلة عامة وإن شاء الله نتمنى أنها تجد حل يعني لدى المسؤولين في محافظة أصوات أنا وليت أمر الطالبة أنفال أمين أبو زيد فهي حكا تكلم في ثلاث نقطات هي النقطة الأولى أنه هو الإملة هو ملة قطعة إملة يعني هو أصلا النطقا غلط أصلا وغير كده كسفت الفصل الفصل كان مليان طلبة وهو بملي بصوت واضي وفي كذا واحد بيدخل واحد يملي مثلا يمد واحد مثلا يمد بالألف واحد يجي تان يملي الإملة بنطق التان فهي تناقض في اللفظ فهو الوقت نفسه ما كانش فاضي أنت قدتني قطعة إملة لو أتحدى أي حد إنه هو يتملها فهو قدني عشر دقائق أو أقل من عشر دقائق أخذ فيهم الطالب ما عرفش يتملها الوقت ما كانش كافي وغير كده كسفت الفصل الصوت كان واطي فهو عجزة الطالب ما عرفش يتملها غير كده أنت اعتمدت على المجموع من العام الماضي أنت قلت أنا هعتمد على المجموع الطالب أنا مثلا بنتي جايبها 276 أنت قلت هاخد من 275 وطالع فأنا بنتي جايبها 276 فأنت ما اعتمدتش على الحجد كلها ومديني قطعة إملة أصلا تعجيزية للطالب في مشكلة تانية برضو برضو أحب أنا أتكلم فيها وهي في مدرسة الريديسية النطبق عليهم المجموع اللي 275 أربعة طلبة أربعة طلبة اللي تقبلوا وما فيش طلبة تانية الأربعة دولة جابوهم قال ضيفوهم إلى الفصل اللي تفتح في مدينة أيدفو طب يعني معنا كده أني ما فيش فصل في الريديسي وممكن السنة الجاية يبقى كذلك يبقى فيه ثلاثة أو خمسة أو ستة يبقى فيش الأولى ولا تاني يبقى كده ما فيش مدرسة لا أنت تنزل بالمجموع للمنطقة الريديسية عشان تكمل الفصل أو تجيب من أي منطقة قريبة من الريديسية بحيث تستكمل الفصل لكن ما تقولش ما فيش فصل نهائي تظل هذه المشكلة قائمة كل عام طالما غابت الشفافية مع عدم وجود ضوابط محددة للقبول طيب أنا أخذ من كلام عبدالله في النهاية عدم وجود ضوابط محددة للقبول زي السنوية العامة أو الدبلومات أو أي حاجة أو التحقل للمرحلة الأعلى الأولوية والأفضلية تبقى للمجموع الأعلى طيب لو تسوينا في المجموع بيبقى فيه مقابلة شخصية لكن ما ينفعش إن إحنا ندخل مقابلة شخصية وبعدين أفاجة بيبقى لقال من المجموع دخل فأنت خلاص اعمل ضوابط الأعلى مجموعا فالأقل فإنزل بهذا المجموع وزي ما قال لأحد المواطنين في الآخر انت الردسية عندك أربعة طلبة بس اللي نضبق عليهم الشرط وبعدين اضطريت مش هتفتح فصلة أو مدرسة على أربعة فالتالتين ندخل فما الدعي في هذا الأمر نتمنى نبقى فيه حلول عملية الحقيقة لأن برضو عشان نبقى نتكلم بشفافية فيه تخوف من الجميع اللي هي زيدة يعني إحنا على إيامنا ما كانش فيه حد بيجيين 276 من 280 أو حتى 277 من 280 قليلين على الأوائل بس اللي بيبقى على مستوى المحافظة يبقى العشر الأوائل يعني اللي بيجيبه في 277 إنما بعد كده المتفوقين بيبدأ من 220 إنما 276 تلاقي مثلا 340 هتجابين كده فبرضو فيه شكوك في أن الناس دي طالعا بغش فدي مسألة برضو والناس هل يعمل ضوابط إزاي فعشان كده ببقى المتقدم العدد المتقدم أكبر من المطلوب حتى بقول له عبدالله حط نفسك ما كان رئيس اللجنة عندك 5000 عزمية مثلا تكن أنت تعمل ضوابط عشان ما بيبقاش فيه محل الشكاو أنا بأخذ أعلى مجموعة وخلاص في النهاية وهم إلا في رد برضو من إدارة التمريد في المدرية مدرية الصحة بأسوان يردوا على هذه المشكلة لأن برضو أنا معرفش هل نازل فيه عدم دستورية في أن بأخذ الأقل مجموعة إحنا على أيامنا مثلا في كورية إعلام قسم إزاوة وفيزيون الصحافة وعلاقات عامة لما بنتساوي في المجموعة بيعمل مقابلة شخصية لكن ما فيش حد يدخل أقل مني المجموعة يدخل قسم لا فهي دي مسالة برضو محتاجة لإعادة نظر